السلام عليكم ورحمة الله معنا سؤال من احدى المتابعات ايضا السلام عليكم عافاك محتاجك تجاوبني انا الطبيب وصف لي اسمه من اللي بقيت نشربه تنفخت بزاف والجسد ديالي تقال عليها وما بقيتش نقدر نتحرك وجهي تنفخ وكرشي وعندي صعوبة في التنفس وكتافي وعنقي كي يحرقوني والركب ديالي تقال عليها يعني هذا الاثراء الجانبية كاملة ممكن انها تكون من بعض الادوية خصوصا لنشربها اول مرة فكيكون الجسم ما زال ما تعرفش على هذه الدواء وما زال اول مرة يتلقى بهذا الدواء فشنو كيوقع بعض الاثر الجانبية اللي كتخلع الواحد يقدر يحبس عليها الدواء كان بعض الادوية اللي ايلا حبستيها يعني يقدر ما يوقع عليك مشكلة وكان ادوية اخرى بحي المضاعبات الحيوية والموانع او المطبطات المناعة فشكتحبسها ممكن يوقعوش مضاعفات فمن الافضل هذه الاثر الجانبية اول حاجة انك ترجع للطبيب او تتصل به كما قلنا عبر الهاتف وتحكي ليه ما يوقع لك وهو سيقولك ما سيتدير من بعد اذا لم تستطع توصل به فهذه الاثر الجانبية بمجرد انك تحبس الدواء ستبدأك تختافي شوية بشوية يعني ما يخلعكم خصوصا اذا كانت خفيفة وعادية يعني لا يوجد اثار الجانبية تكون مرات قوية وتحبس الدواء وترجع للطبيب لكي يعرف كيف سيعالج الاثر اللي يوقع لك بسبب الدواء ولكن عموما وغالبا في اغلب الحالات يوقعوا بعض المضاعفات الجانبية وكيف سيكون مرات قوية وكيف سيكون مرات قوية وكيف سيكون مرات قوية لكي تنقذك ما في الجسم كما قالت الاخت تنفخلها الوجاه وقعوا مشاكل في البطن وصعوبة في التنفس وآلم في الكتفين يعني ممكن ان من بعد ما تحبس الدواء كان واحد القاعدة تقول بان الدواء في الجسم ومن نوع يعني يبدأ التركيز يختفي من الدم ويبشوية من غير بعض الأعضاء التي تركز فيهم ودار فيهم يعني بعض الترصبات فمجملا في الدم وفي الأنسجة الحيوية في الجسم كامل لا يبقى الجسم يدير دورة تصفية يعني كل يوم وكل ساعة يدير مراقبة وطنقية الجسم من الشوائب ومن السموم التي تكون دخلات في الجسم عبر مختلف الأشياء ومنها الأدوية إذا من بعد ما تسلي الدورة يبقى الأعراض ينقصه بشوية حتى يختفي تماما يعني الواحد لا يخاف إذا اخذها قاعدة من بعد ما تسلي أي دواء ذلك الأعراض التي يدر لك الأعراض الجانبية يختفي بشوية حيث الجسم يبدأ يتخلص من فائدة الدول التي تقفز أو لا ينفع أي شيء متمنياتنا بالشفاء للجميع السلام عليكم معنا سؤال المتابعة على دواء خرجوا لها طبيب الأسنان تقول سلام أنا خرج لي طبيب الأسنان حيث عندي الدرسة خرج لي ذاك الزرق ودار لي الإسهال ويلا يعني تعالجوا بحويج أخرين يعني نظام غذائي أو تشريكي على البروبيوتك من الصيدلية يعني علامة تحكم فيه وفي نفس الوقت يعني تداوي الإسهال لها لك وتداوي حتى ذاك المرض اللي عليه شريتي ذاك المضاد الحيوي فمن الأفضل ما تحبسش الدواء غير على قبل ذاك العرض ذاك الإسهال من غير إلا كان إسهال خيب بزاف وما قديتيش تاكل وما قديتيش تعوض ذاك الشي اللي فقدتي من السوائل يعني بزاف المرات كيكون الإسهال يعني اللي كيترافق مع واحد الفترة ديال العلاج ومن بعد ما كتسالي الدواء كيحبس الإسهال يعني ما كتوقعش واحد الخطورة ولا واحد الأضرار كبيرة على الصحة ديالك فحين أنه إلا حبستي الدواء على واحد الميكروب كنت كتداويه يالله بديتي نهار ولا يومين فيمكن ذاك الميكروب يدير واحد المقاومة ما يبقاش داك الدوين فعك من بعد وغادي يزيد غير ما غادي إطغاء في الجسم ديالك الدرسة أو كما قالت هذا الأخت أو ميكروب أو بلاصة أخرى في الجسم وما نقدروا عاوة أن تحكموا فيه بالأدوية العادية يعني اللي كتكون مستوى عادي خصنا شيء أدوية مضادة حيوية قوية بزاف وليه تقدر تكون عندها آثار جانب يدك على الصحة ديالك إذا الخلاصة الجواب هو أن الدواء من اللي يعطيه لك الطبيب كتداوي ميكروب من الأفضل ما تحبسوش إلا دار لك غير الإسهال أولا تقدر تعود ترجع لطبيب ديالك وتقول له ها شنو دار لي الدواء ولا تصل به عبر الهاتف وهو غادي ينصحك يعني إما تزيد كما تلك شيء بروبيوتيك باش يحبسلك ذاك الإسهال ولا غادي يقول لك الجرعة مثلا غادي تنقصها ولا غادي تدير واحد الإجراءات أخرى وقاية من هاد الإسهال هذا باش يعني تعود ذاك شيء لفقتي في الإسهال آآ كان هذا هو الجواب مختصر على هذا التساؤل يلهاد المتابعة ونتلقى إن شاء الله في فيديو آخر وسؤال آخر منا ألف سلام موسيقى